السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الجمعة من شباط فبراير القمر اليوم موجود في برج العقرب القمر الآن موجود في برج العقرب ورح يظل اليوم القمر في العقرب حتى تمام الساعة 6 و 27 دقيقة من صباح يوم الأحد لينتقل القمر بعديها لبرج القوس القمر اليوم موجود في منزلة الإكليل وهي منزل الربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة وحدة و 30 دقيقة بعد ظهر يوم الجمعة لينتقل القمر بعديها لها منزلة القلب وهي منزل للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة القمر بما أنه موجود في برج العقرب معناته خلال هذا اليوم ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا منكره يا منتقرب يا منبعد يا منتواصل مع الغير يا منقطع العلاقات بيلعب الجنس دور مهيمن جدا في حياتنا نحن بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة لأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي فيمكن أن ينفجروا عند أي مواجهة أو أي كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك وأيضا هاي الفترة الممتازة للي بده يبدأ بقراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم أو أيضا لاهتمام بمسائل تتعلق بالعقارات بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي زاوية ذروتها ساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج منصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسب للسيطرة على الذات والثبات والحذر تمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين عطارد وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة وثمانية 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 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ولكن تأثيرات هاي زاوية مستمرة لثلاث أيام قادمة نصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة وبتساعدنا في إنجاز أعمالنا الصعبة والأعمال الفكرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و17 دقيقة ظهرا بتوقيت كرينيج يجب توخر الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها نثق في وعود غير واضحة وممكن نقبل باقتراحات غير منطقية نكون متيقظين من نفقاتنا أو في نفقاتنا ونتجرنا بالإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون دروتها الساعة 10 و9 دقائق مساء بتوقيت كرينيج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و17 دقيقة مساء بتوقيت كرينيج أي بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناء الإضافية وما لازم نجري عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن مراجعات طبية أو فحصات أو أخذ علاج ما في أي مشكلة العضاء هي العضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العانى والجينات هاي هي الأكثر حساسية طبعا اليوم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية وهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل حقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج العقرب خلو المسار القادم بيكون الساعة 23 و 24 دقيقة من صباح يوم الأحد بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 6 و 27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا يستقر القمر بعدها في برج القوس بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المربع يعني نصف بدر اليوم عمره 22 أو هو الآن 22 يوم في تمام الساعة 10 و 15 دقيقة من مساء هذا اليوم بصير 23 يوم نسبة الإضاءة 50% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 19-2 منتحس الآن بنسبة 40% ساعات الصباح منتحسة بنسبة 60% القمر في العقرب حتى يوم 4-2 سعيد الآن بنسبة 15% ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% ساعات الظهر سعيد بنسبة 10% عطارت في الجدي حتى يوم 5-2 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الجدي حتى يوم 16-2 سعيد الآن بنسبة 45% ساعات الظهر سعيد بنسبة 30% المريق في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 60% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية علجوا الأمور بموضوعية وتجردوا كونوا حرصين على تلطيف الأجواء استشيروا وتأكدوا من المعطيات قبل التوقيع على العقود أو على المشاريع برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بينصب تفكيركم اليوم حول تدعيم شراكاتكم حفظوا على هدوء عصابكم ونبرد صوتكم أمات عرضوا لقاءاتكم للفشل ممكن يتسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع الاكتئاب أو الضغط أو التعاسي أو الحزن أو تشعر بالظلم أو القهر أهم شيئك ما تيئس وكون صبور لعلك تنجح بس كم يوم والأمور بتتحسن إن شاء الله برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء أنجزوا باب وسعكم من العمل المتراكم ونظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة ولا تسمحوا لأي شخص بالتشكيك بقدراتكم ناقشوا واستفسروا عن التفاصيل استشير الخبراء وما تتشبث برأيك استمع لأراء الآخرين بهدوء وروية وما تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل اليوم بملف أو معاملة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهج والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح خصص من وقتك وقت لعائلتك أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة مسائلك وللتواصل مع المحيط حتى عاطفيا الأجواء ممتازة جدا بالنسبة لموليد برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص اليوم ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا للتقارب مع أفراد العائلة أو لمد يد العون ممكن تدخل فترة فيها بعض المواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة فترة متوترة جدا ممكن تضطر للإهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم شيء أنك ما تهمل صحتك بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار هذه فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك منكم أشخاص اليوم ممكن ينطلب في حملة ترويجية أو يسمع خبر سار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة اليوم متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي أو ممكن مستردات إهباد دعم معين هذه الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات وتفاعل بالخير وانطلق وسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن علاقاتك في إنشغلات على الصعيد المالي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنتم نشطون وحيويون وبينجذب لكم اليوم أفراد من الجنس الآخر بإمكانكم تبادر لخطوة جديدة من شأنها ندعم من مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك وبتستعيد كامل حيويتك وممكن تتلقى جواب كنت بتنتظره في الأيام الفائتة بتفرح لخبر أو لإنجاز معاملة وبتنطلق بمهمة طال انتظارها فيه إشي جديد رح يدخل حياتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتجتاز اليوم بصورة عامي يوم غير مريح لأن القمر موجود في بيت المتاعب فرح يكون غير مريح صحيا ونفسيا ورغم عدم وجود أي مخاطر حاولوا أن تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة اعملوا بشكل روتيني يعني حاذروا من بعض المحتالين وخيبات الأمل الحدود قليلة فحاول أنك ما تجازف بانتظارك تأخير أو فوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بموعيد مهمة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أهمش أنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب بتفرح بوجود أحد الأصحاب وممكن ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبتنجحوا بإثبات جدارتكم وليل رضا المسؤولين منكم أشخاص اليوم ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهمش أنك ما تنجر ورد تسرعوا الانفعال وحاول أنك تكون هادئ طبعا في نوع من أنواع التحدي اليوم فعشان هيك ممكن في بعض الأوقات تكون غاضب أو عدائي فبدك تحاذر من الخلافات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت اليوم التركيز كله على الاتصالات الخارجية والتعامل مع أشخاص خارج البلاد أو الدراسة الجامعية واليوم ممكن يصلكم خبر سار من بعيدة أو تشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم يوم مناسب لإجراء مقابلة مع الموليد برج الحوت ممكن يسافروا في رحله أو يفرحوا لانفراج أو تسوي مهمة تهتموا بهواية جديدة وبتكونوا حيويين ومتحمسين لمتابعة المساعي وعندكم القدرة على التواصل مع المحيط هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر